ضمن المرحلة الثالثة من معركة درع الفرات اشتباكات عنيفة تدور بين الثوار وتنظيم الدولة المستميط لمنع الجيش الحر التمدد نحو مدينة الباب مستخدما للعربات المفخخة والانغماسيين أمام دعم تركي للثوار طاط حمص وقنطر وجكة أهم القرى التي سيطر عليها الثوار فيما استعاد تنظيم الدولة قرى بحورت وكدريش وتلعار شرقي وغربي شرقية مدينة الراعي بعد ما أطلقنا المرحلة الثالثة من عملية درع الفرات تم السيطرة على أكثر من 15 قرية أهم القرى طاط حمص وجكة والأعمال مستمرة بإذن الله عز وجل طبعا التنظيم مستمت في هذه القرى ولكن نحن بفضل الله عز وجل لدينا الإصرار على أن نتابع في هذا العمل من يومين تقريبا التنظيم رجع سيطر على ما يقرب خمس قرى والآن العمل مستمر عليهم وفيه إصرار من السوار بفضل الله عز وجل على تحرير منطقة بشكل كامل بوطيرة أهدأ تدور معارك الكر والفر في الريف الشمالي لحلب خلال اليومين الماضيين في ظل تدفق مستمر آلاف المدنيين الفارين من مناطق سيطرة تنظيم الدولة والقادمين للمناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر مما يشكل عائقا في تقدم الأخير حتى تأمينهم ومنع الاختراق من خلالهم في هذه الفترة اليومين في جبهة باردي شوي سبب قدوم المدني بشكل كسيف باتجاه مناطقنا فنحن هذه المنطقة سبب الحرص على الأخوة المدنية وفي ضحايا كثير بسبب كسافة الألغام المزروعة زرعة تنظيم داعش تتغير خارطة السيطرة بين الساعة والأخرى بين الثوار والتنظيم في ظل إصرار من الجيش الحر الوصول لمدينة الباب وإتمام المرحلة الثالثة من درعي الفرات خالد أبو المجد أوريانت نيوز ريف حلب الشمالي اشتركوا في القناة